تعرفنا سابقا على البوندوريز والكمبارتمنتز والمسلز اوف ارم هذا كله كان بمحاضرة واحدة رابط بعلى يمين الشاشة وبعدها تعرفنا بالمحاضرة الثانية عن البركيال ارتري عن فينز اوف ارم بهذه المحاضرة رح نتعرف على النارز اوف ارم هذه المحاضرة تعتبر جدا مهمة لانه بالامتحان غالبا ما رح يجيب لك العضلة رح يركز على اكثر شي لانهن مهمات اهم شي العضلة كبيرة ومكانها واضح ومحدود ولكن النارز هو اللي رح يخربطك لانه كمية كبيرة منهن موجودة بمكان واحد تابع المحاضرة موسيقى مساء انه شباب وبنات وكل لقاعي تعبوني مثل ما شفنا ببداية الفيديو اليوم رح يكون حديثنا عن النارز اوف ارم كل نرز احنا اللي يهمنا اكثر نقطة اتهمنا بالنرز هو الكورس مالتا الكورس مالتا هو اهم شي لانه من يبلش وين ينتهي هالشي اوفيوس ولكن انه الكورس مالتا وين يكون ميديا وين يكون بستيرير وين يكون انتيرير وين يكون لاترال بالنسبة لكذا فهذه الامور كلها جدا مهمة بالنسبة لنيوروبسكولار ستركتيرز جدا مهمة مثلا من اقولك انه هل هو ميديا ولا لاترال هاي التساؤلات هاي تجعلها امسك يوز كثيرة بالامتحان وتكون هي هاي الشغلات اللي يتربك يعني انت درست اوكي ودرست الكورس انه هو يمر بالريديال مثلا غروف ولكن نسيت تذكر او اساسا ما دخل بدماغك ولا حفظت هاي المعلومة هو الريلوتوفوزيشون متى اساسا شنون فهاي الامور مهمة الريلوتوفوزيشون شي جدا مهم بالنيوروبسكولار ستركتشوز واساسا بالانوتهم كل شي جدا مهم وراح يكون تركيزي بهذا الفيديو بشكل اساسي على الكورس بدايته ونهايته اذكرها ولكن ممكنش اركز عليها اركز على الكورس مالتا وايضا السبلاي يعني السركشورز اللي يعملين سبلاي ايضا ممكنش راح اركز عليها لون هي ايضا وتتكرر ويانا ويكون كلش واضح ولكن ارجع اكد الريلوتوفوزيشون جدا مهم طبعا المحاضر The main nerves of arm There are four main nerves of arm اللي هو المسكولوكيوتينيوس nerve median nerve ulnar nerve وradial nerve ركز من البداية انه الميدين والألنر ما راح يطن No branches in the arm ماكو branches بالarm فعمليا المسكولوكيوتينيوس nerve والradial nerve هنه اللي راح يطن branches للarm اما ذني فرح يكون عبارة عن ضيوف رح يتمر وراء الكرام وما تبطيني اي شي بالarm هاي اول نقطة النقطة الثانية عندي المهمة انا كاتب main nerves main nerves for main nerves طيب ليش main nerves وبقية ال nerves بقية ال nerves رح يكون من هناكو تينيوس من هناكو تينيوس يعني من كلش مهمات او قليلات راح ناخذهم بعديا رح ناخذهم بعديا لانه بعديا انا لازم اتحدث عن الديرماتومز اللي هناكو تينيوس انيرفاشن لكل الأورلم فرح اتحدث عنه واحدة منفصل ولكن الان انا عندي ال main nerves اللي رح يغدا او اللي رح يمرن عمليا مفقطي غدا اللي رح يمرن بشكل عام سواء كان المسكولوكيوتينيوس والradial nerve اللي يضطن او اللي يكون ال median اللي ما يضطن طيب اللي يمرن بالارب هو هذا حديثي رح يكون عنهن المين طيب المسكولوكيوتينيوس نيرف هو اول نيرف رح نتحدث عنه ورح يكون الروت ماتة 5 6 7 مهم الروت مهم انه تحفظون الروت كلش مهم طيب من البركيال بلاكس مثل ما قاعد نلاحظ انه احنا رح نبلش من البركيال بلاكس نفهم وين احنا راحين شنو يبلش مين شكو منو طبعا مثل ما قاعد يشوف هذاني الروت 3 5 6 7 8 و T1 رح تبلش تكون عندي tranqs superior middle inferior بعدها رح تكون عندي divisions هذا branch قاعد الانتيريار divisions الانتيريار divisions لي ال superior trunk و middle trunk رح يكون عندي اللاترال كورد اللاترال كورد واللاترال كورد هو اللي رح يكون المسكولو كوتينيوس نارف اما البقية فعندي ال posterior division كلها رح يكون ال posterior cord وعندي ال division الاخير اللي هو عبارة عن anterior division لي ال inferior trunk هو اللي رح يكون الألنار ورح يكون sorry الميديال كورد اللي رح يكون الألنار ويكون هو شغلات هتعرف عليها بقعة شوية ولكن او تعرفنا عليها سابقا ليس بقعة شوية طيب الان انا مجرد انه انه انظر للبركيالبليكسس ابحث عن نقطتين ابحث عن نقطتين النقطة الاولى حرف الام حرف الام خلنا نشوف بالصور اللي وراها افضل هذا هو عبارة عن حرف الام اوكي هذا هو عبارة عن حرف الام هذا حرف الام الان هذا حرف الام قاني بشن يفيدني الام رح يختصر لي او رح ييوضح لي او رح يبين لي او رح اعرف من خلاله فاقو عندي ثري مين نيرز اوف اه ارم اللي هو المسكولا كيوتينيوس والميدين والالنر المست لاترال ون رح يكون المسكولا كيوتينيوس والميدين هو اللي موجود بالميدل رح يكون الميدين لهذا السبب سميناه ميدين يعني تسميت ميدين معناته المتوسط اوكي المتوسط طيب اه طالما متوسط فلازم يجيب نص الام اما عندي الالنرف رح يكون هو المست ميديل هو اساسا المست ميديل اه نيرف من ذني الفور مين نيرف طيب ورح ابحث ايضا على نقطة اخرى اللي هي البوستيريور كورد البوستيريور كورد مثل ما قد نشوف قد صار التجمع من البوستيريور كورد ذني كل هن البوستيريور كورد سيكون البوستيريور كورد مثل ما قد نشوف فاني رح ابحث عن الام ورح ابحث عن ذني حتى اقدر احدد بركيال باكسس اعرفها شنو لانه اهم نقطة عندي هنا الترمينال برانشز اعرف كل واحدة من هن شنو طاني اذا صرت اعرف الترمينال برانشز كل واحدة من هن شنو اذا صارت الامور البقية سهلة صارت الامور البقية سهلة فجزأت المعلومة جزأت الصورة اللي قعد اشوفها فبالنهاية صار ادي ال اسهل بكثير طيب والبوستيريور كورد رح يكمل اللي يكون عندي الاكسلري والرديال نرف رح نتعرف عليهم بشوية اكثر طيب الان اللي نرجع للمسكوليكيوتينياس نرف البداية مالتا احنا على كل نرف رح نتعرف الكورس مالتا اللي هو مين يبلش وين ينتهي مين يمور الريلاتيو بوزيشن مالتا ورح نتعرف ايضا على انه يعمل لأي ستركترز من النبط طيب الان بيجنز المسكوليكيوتينياس نرف رح يبدأ opposite the inferior border of the bacterial spinal muscle الان اشير على نقطة opposite من يقول opposite تذكرون انه بالمحاضر السابقة قلنا انه البريكيال رح يعمل dividing ان تقلر راديال نرف شوكت وين بالضبط opposite the راديال نك opposite ليش قال opposite لانه هو مبصفة بالضبط هو معاكس الى يعني معناته شوية تمشي يلا تقدر تلقاه بهذا المعنى فكلمة opposite تساعدني بيصال هذا المعنى فطالما احنا فهمنا انه كلمة opposite توصلني اللي يجمعنا نقعد امفسرها هنا هذه هي عبارة عن البكتوراز مينر مصل مثل ما قام نشوف هذي البكتوراز مينر مصل هذي البكتوراز ميجر نشقيها نصصين وعدنا هذا هو عبارة عن الميديا هذا هو عبارة هذا الان لانه يعني ايدار مرفوع ولكن او عملي يكون هذا نبين سوبر هو مصوبر يبقى نحن دائما من صفة إكستركتور وصفة على أساس الانترابيكول بوزيشن طيب فاللاحظه وهذا هو عبارة عن الموسطلاترال 1 وهذا هنانا رح يبلش من نانا اللاحظه انه مو مجرد مباشرة بعد ان خلصت الخلصة بكتوريز ماينار شوية مشى يلا بده بهذا المعنى في لهذا السبب يسمي ما يقول جسد انفيرير ما يقول جسد انفيرير تو بوردر اوف بكتوريز ماينار موصل يعني مباشرة اول ما خلصت هذه العضلة اما اذا قال اوفيزت يعني شوية يمشي يلا يبدي باختصار طيب الان فييرسز كوركو بركيالس مصر مثل ما قاعد نشوفه هو يبلش مننا رح يدخل الى الكوركو بركيالس رح يخترقها رح يخترقها فييرسز يعني معناتها رح يخترقها يدخل بيها بهذا المعنى فمن دخل بيها الطاهة برانش برانش اللي هو عبارة عن البرانش اللي رح يغذي الكوركو بركيالس باختصار بعدها رح يكمل يتابع طريقة وين يروح كونتينيوس ديستلي كونتينيوس ديستلي بتوين بايسيبس وبركيالس هذه البركيالس البايسيبس احنا رافعيها نلاحظ ان هذه التندنس معلتها ذلك البركسيمال تندنس وهذا الدستل تندن معلتها فلاحظ انه كمل طريقة انطى ايضا للبركيالس اطلع برانش للبركيالس ويكمل طريقة هو ايضا ديب تو بايسيبس بركيالس مثل ما قاعد نشوف هذه هي عبارة عن البايسيبس بركيالس هذه الشورت هد مالتها وهذا اللونج هد مالتها وهذا هو عبارة عن المسكولو كيوتينيوس نيرف فيرسينغ الكارو كبراكيالس والطبرانش هذا البرانش مالتها اللي اطل الكارو كبراكيالس وايضا الطبرانش للبايسيبس وتابع طريقة فالان انا من اجي اريد اسوي ايدنتفيكيشن للمسكولو كيوتينيوس نيرف اول نقطة راح افكر بيها هي احدد الام هذا هو الام لازم احددها صح ممكن انت تقول انه مو هذا الام هذا هو عبارة عن الام يعني تاخذ هذا ما تاخذ هذا لا انت لازم تاخذ الكبير لانه احنا نتحدث عن المين فالام هو عبارة عن الحرف يتكون بالثري مين نيرف بهذا المعنى فمثل ما قاعدين نشوف انه هذا اكيد راح احدد هو المسكولو كيوتينيوس نيرف راح يدخل ويكمل اتابة طريقة الى النهاية يطل الكارو كبراكيالس والبراكيالس والبيسيبس ويكمل طريقة فطالما هو بيرسينج فاني حددت من نقطة يعني من الام وحددت انه هو يعمل بيرسينج ورح يكون ديب للبيسيبس فاني بما معناته انه من اباعه للبيسيبس مرح اشوف المسكولو كيوتينيوس انه رح يكون ديب الها بهذا المعنى فهذه كل هالمفاهيم تخليني سهل انه احدد المسكولو كيوتينيوس نيرف الضبط مثل ما قاعد نشوف هنا هذه البايسيبس فهو ديب الها يعني ما رح اقدر اشوفها من البايسيبس من البيسيبس ما رح اشوفها صافية ما بيها لا نيربس ولا ايشي فبهذا المعنى طيب امرس لاترال لاترال لتا ديب الى بايسيبس quiوتينيوس نيرف فور ارم الآن طبعا احنا مني نقول مسكولو كيوتينيوس شنو معنات مسكولو كيوتينيوس طبعا صارت تقوموا ماضحة انه مسكولو معناته مصل كيوتينيوس معناته سكن فهو عمليا هو عبارة عن يعني من اسمه ميسكولو كيوتينيوس هو اللي رح يغدي هو ميصول رح يغدي المسلس رح يغذي muscles و رح يغذي skin فيعني هو cutaneous و هو بنفس الوقت muscular cutaneous و muscular يعني يغذي muscles و يغذي skin sensation يعني الإحساس طيب يكمل هنا بعديين laterally to the biceps رح يخرج و يكمل بال forearm و يكمل أسمي بعد يعني من يوصل لهنان أو يخرج رح أسمي هذا يعني هذا كله يعني أسمي lateral antebrachial cutaneous nerve أيضا و أقدر أسمي lateral cutaneous nerve of forearm antebrachial هي مغادفة كلمة forearm باختصار طيب أيضا عندي هنا هذه الصورة cut section يبين لي أنه عندي المسكولو cutaneous nerve هو عبارة عن هذا النرف موجود هنا و عندي هذه عبارة عن البايسبس وهو قاعد يصير مع بيناتهم هو intermediate between the biceps and apriciallis رح يكون deep للبايسبس و superficial للأبركيallis و يكمل الكورس ماتة تقريبا هو رح يكون بال middle of the يعني هو middle يعني مثل ما قاعد نشوف لهذا الhumress المسكولو cutaneous nerve هو هذا و يكمله مثل ما قاعد نشوف هو deep للبايسبس مثل ما قاعد نشوف و يكمل الكورس ماتة و يتجه يعني هو رح ينتقل من المedial أوكي من المedial aspect of the arm يروح لل lateral aspect of the arm لما يكمل يكون عبارة عن lateral cutaneous nerve of forearm الآن المعلومة اللي أريد أوصلها من هذا السلايد أنه هو بكم يعني من يصير lateral cutaneous nerve رح يكم رح يكون subcutaneous subcutaneous يعني معناته رح يكون بالsubcutaneous تشو السubcutaneous تشو منه وهو هذا عبارة عن هذا الأصفر وهذا عبارة عن subcutaneous تشو اللي هي الطبقة الدهنية الموجودة أسفل من الاسكن و نسميها أيضا superficial fascia الآن هو رح يعمل piercing أو pierces the deep fascia of proxima deep fascia اللي تكون just proximal to the cubital fossa طيب الآن الdeep fascia deep fascia هي عبارة عن هذا الأبيض يعني هذا الأبيض يعمل piercing لها هو لازم يخترق لازم يخترق حتى يوصل للسكن لأنه الاسكن صغيرة superficial للsubcutaneous تشو وسuperficial بالتالي أكيد للdeep fascia فلازم يخترق لازم يخترق الdeep fascia حتى يقدر يوصل للسكن بهذا المعنى فأيكمل طبعا رح يكون يعني رح يكون موجود مع السيفاليك فين يمشي مع السيفاليك فين و رح يكون بالsubcutaneous تشو مثل ما قلت اللي هو هذا الأصفر إيش رح يغذي رح يغذي lateral aspect of forearm من اسمه lateral cutaneous nerve of forearm أو lateral anti-brichial nerve anti-brichial cutaneous nerve باختصار هذه المعلومات اللي إحنا محتاجيها لحد الآن عن el course of muscular cutaneous nerve الآن sublite structures المuscular cutaneous أو المuscular cutaneous nerve رح يغذي المuscles of anterior compartment of arm اللي هي الكوركا بركيالس والبيسيبس البركيالس والبركيالس muscle أو muscles و قدنا رح يغذي أيضا ال skin of lateral aspect of forearm هذه هي كل الأشياء اللي رح يغذيها المuscular cutaneous nerve ومرح يغذي أكثر من هدهن وهنا مقليلات أساسا يعني كل ال flexors of arm كل هنو رح يغذيهن وإضافة إلى ذلك رح يغذي لي lateral aspect of arm just ال skin مالتها طيب الآن ننتقل إلى radial nerve وهو أكبر nerve اللي هو most large one sorry largest one largest one of the of the brachial blackses طبعا عندي هذا يكون roots مادة من c5 إلى t1 كل هن يعني رح يأخذهم كل roots of brachial blackses ورح يكون أيضا يعني من يبلش من brachial blackses أخذنا هذا الشي قبل شوية هذا هو عبارة نحدد M هاي هي عبارة عن M ونحدد هاي الشغلات الثلاثة اللي هي يعني مميزة مميزة ماكو ماعدنا بس وحدة M وماعدنا بس وحدة هذا الجزء هو بس واحد هذا الشكل هذا الشكل المتكون هو بس واحد طيب فهذا عبارة عن lateral ورح يكون عندي سور posterior cord ورح يكون عندي بالنهاية radial nerve مثل ما قاعد نشوف هذا هو posterior cord وهذا هو عبارة عن axillary radial nerve طيب الآن المعلومة the radial nerve enters the arm posterior to the brachial artery طبعا هذا هو عبارة عن axillary artery هذا المفروض هنا يكون second part من عند ليش ليش قلت هذا first part لانه هاي عندي عبارة عن bacterial minor اللي هي العضلة اللي استخدمناها تقسمنا axillary artery artery قسمنا axillary artery إلى three parts فرح يكون هنا يعني معناته أنه هذا هو عبارة عن posterior cord of brachial plexus ويكمل حتى يوصل مثل ما قد نشوف يكمل عبارة عن radial nerve يوصل هنا radial nerve فرح يكون posterior طالما هو posterior يعني طالما كل هذا كل هذا nervous tissue أو nerve هنا هذا كل يكون عبارة عن posterior axillary artery فأكيد رح يكون posterior ل brachial artery لأنه ما لقيت صراحة صورة عن brachial artery هو radial nerve صراحة يعني طيب الآن رح يكون medial to the humerus مثل ما قد نشوف هو medial to the humerus هنا رح يكون medial to the humerus مجرد أن يدخل يعني رح يصير مومية يصير posterior طيب anterior to the long head of triceps فهو رح يكون anterior لها يعني رح يكون superficial لها أو anterior لها لنفس التعبير هيكون تقريبا وأيضا يعني من رح يكون هو موجود هنا رح يطي branches رح نشوف بأ شوية بالصورة هاية رح يطي branches هذا عبارة رح يطي branches مثل ما أشوف هذه branches اللي يطي ها long head of triceps وbranch هذه أيضا branches medial head of triceps وأكيد أيضا يطي لل lateral head of triceps كلها رح يطي ويكمل posteriorly to the humerus ورح نشوف هذه الصورة هتطي نحن مفاهيم أكثر عن الكورس مالتا باس inferior lateral inferior lateral inferior يعني إلى الأسفل lateral يعني إلى جهة إلى الجانب يعني lateral إلى الجانب فباختصار أنه رح يكون ما بين الجانب وما بين inferior فنسمي inferior lateral وها أعتقد الأمور كل واضحة تكون inferior lateral كل واضحة شو المعناته ولكن أنا ستل يعني أنه دائما أفسر المصطلحات لأنه قاعد أشوف أنه الطلاب يعني يبلشون أورلم قبل يروح للجنيرال الاناتومي أوكي صحيح أنه بالجامعات هي قاعد يسوون بس أنه ضروري أنت تشتغل يعني ضروري أنت تدرس الجامعة ما رح تطيق كل شي ما كو دكتور يطيق كل شي ما كو دكتور الآن قناة يوتيوب فأشرح كل شي بس الدكتور ما يصير تدون كل شي تازم تلكون شوية عليك شغلات حتى تروح تبحث بيها طيب هو رح يدخل انفيريولاترالي هاي أول نقطة رح يدخل انفيريولاترالي و رح يصاحب أكمبينغ رح يصاحب البروفانتا بركياي آرتري البروفانتا بركياي السابقة فرح يدخل انفيريولاترالي الريديو الآن نقطة جدا 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 مهمة بأي نورو و أي موجودة بالجسم الريلاتف بوزيشن الريلاتف بوزيشن جدا مهم تيجي علي هواي أسئلة طيب شنو الريلاتف بوزيشن مثل ما قاعد نشوف هذا البروفانتا بركياي 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 آرتري أو برانت رح يكون لاترال المن للratial للرادial نيرف هذا الرادial نيرف رح يكون ميديل إله والبروفانتا بركياي آرتري رح يكون لاترال إله فعني عرفت الريلاتف بوزيشن مالاتهن واحد لاترال واحد ميديل اللاترال منه هو عبارة عن البروفانتا بركياي آرتري منه والميديل هو عبارة عن الريديال نيرف هذا مهم أيضا هنا لو نصعد شوية نشوف هذا عبارة عن هذا عبارة عن فاللاحظ أن الأكزلاري نيرف سوبرير إله بينما سوبرير إلما للباستير سيكوفلكس فالآرتري رح يكون والأكزلاري نيرف رح يكون سوبرير فهذا مهمات هذا جدا مهم الآن نلاحظ أنه هذا المعلومة الأخرى اللي رح يطينيها يكون لبرانش أوف ريديال نيرف رح يكون يعني يتم توجيهها أو يطي إلى اللاترال هاد أوف ترايسيبس أرايزن وذين ذا ريديال يعني لازم يدخل للرايديال يلا يطي لبرانش طبعا هذه رح تكون عندنا مثل ما قاعد نشوف هذا هو اللاترال هاد أوف ترايسيبس وذيني لبرانش اللي قاعد يطيهيان مثل ما قاعد نشوف هو مو برانش واحد ولكن برانش برانش مو برانش واحد مثل ما قاعد نشوف ولكن أكيد أكو مين بهن أو هيتش طيب وهذا عبارة عن الرايديال نيرف ورح يكمل خلي نشوف الكورس مات ورايح أحب أشير النقطة نقطة مهمة سوف ذكرتها الصور الموجودة بنتر موثوق بيها أنا أثق بيها صراحة كلش أثق بيها بس الصور الموجودة أضمور مو كلش أثق بيها أحيانا يكون النص مكتوب شيء والصور يعني تنقل معنى مختلف شوية ولكن ألا أعتقد أنه جاي بسبب أنه الناس اللي اشتغلت على النص غير والناس اللي اشتغلت على الصور غير فالنص ما لاكرها فهاي الإشارة صراحة اللي أدي على أمور اللي أحيانا تخليني أتعب هو يعني يرث له أكون مصدر بكل الصور وكل الأشياء اللي أنا أحتاجها ولكن صعوبة تلاقي هيش فأطر أتخرج أطر أروح لو تلاحظون أغلب الصور اللي أستخدمها هي صور من نتر وأحيانا من غريز اناتومي فور أحيانا غريز اناتومي اللي هو فور ستودان مور من كلش أحب صورة صراحة ولكن كنص فالنص اللي يضيمر قوي بهذا المعنى طيب الآن خليني نكمل احنا لشان قاعد يصير عدي شروط لأنه هاي الشيء مهل ما هو قاعد انسيل إنه شون أدرس كذا يعني أكون تساؤلات معينة فأجاوب علي هاتنا الفيديوهات لهذا المعنى طيب خليني نفسروا الصورة بالأول حتى نعرف احنا معا شون قاعد نتعامل هذا هايوميرس أوكي هذا سكابيولة أوكي اللاترال يعني لهنانا طيب هذا الريديال طبعا هنا هذا الريديال أوكي هذا البستيريال من نانا أوكي هذا الريديال فقال طبعا هو يعني كلوش واضح انه جاي من الخلف هذا ريديال جروف قاعد هو يمشي بس إنفرا لاترال راح يمشي مع البروفاندا بركياي آرتري وينزل لجوه مثل ما شوفون يكون ميديال ال نارف يكون ميديال آرتري يكون لاترال وينزل لهنانا اللاحب انه هاي النقطة هنانا النقطة هنانا مهمة قاعد يصير انه الرديال نارف versus the lateral intermuscular septum المسكول كوتينيس حتى نكون هذا المسكول كوتينيس رح يكون entirely بالانتيريار بالانتيريار كومبارتمنت الرديال نارف رح يكون بالبستيريار كومبارتمنت وبعدين يخترق اللاترال انتيريار سبتم ويدخل الى الانتيريار كومبارتمنت يدخل الى الانتيريار كومبارتمنت طي الآن من يدخل الى المين eb يغذي رح هو عبارة عن المسكولي كوتينيس نيرف طبعا يعني على ما اعتقد انه بالجامعات ما يذكرون هاي النقطة انه الريديال نيرف يغذي ايضا شوية لبريكيالز لانه يعتبروها انه اشياء variation يعتبروها اشياء advanced احيانا احيانا هو نقل variations اي ممكن يكون بها variations وممكن يكون انه تعتبر معلومة advanced فايتركوها فهذا الفرق يعني طيب continuous inferiorly in the anterior compartment of the arm between the brachialis and the brachioradialis فوين ها في brachioradialis brachioradialis هي عبارة عن عضلة تكون موجودة تنطلق من الهيوميرس وتروح للradius يعني بين الهيوميرس والradius تسميها ك brachioradialis brachio يعني من الbrachium من الذراع brachioradialis يعني موجودة بالradius بالعظم الradius اللي معروف اسمه بالعربي شنون طيب فهاي المعلومة المهمة انه هو رح يخترق ال intermascular septum lateral intermascular septum ويكمل ما بين العضلتين اللي هي عبارة عن ال brachialis اللي هي هاية ال brachialis نكمل هنا ما بين ال brachialis وما بين ال brachioradialis الآن هذي ايضا معلومة مهمة anterior to the lateral epicondyle مثل ما قاعد نشوف هذي هنانا رح تكون lateral epicondyle فهو anterior لها شنون اللي رح يصير the radial nerve divides into deep and superficial branches هذا radial nerve radial nerve رح ينقسم هنانا anterior لل lateral epicondyle رح ينقسم الى قسمين او رح ينقسم الى two branches اهنانا superficial branch of radial nerve اهنانا مجرد انه طلع هذا عبارة عن superficial branch of radial nerve واكو deep اكو deep branch of radial nerve فاكو superficial واكو deep branch الآن ال deep branch شنون اللي رح يغذي ال deep branch is entirely muscular رح يغذي فقط المسلز رح يغذي فقط المسلز ما رح يغذي شي ثاني غير المسلز and articular in its distribution يعني شنو معناته يعني معناته رح يدخل من نانا ويكون موجود بال interoceus membrane يعني القرب من ال interoceus membrane فيعني معناته انه الانتشار ما رح يكون نسبة الى articulation اكو articulation ما بين ال all nor radius فهذا الشي رح نتعرفه رح نتعرف على هاي الكلمة تفسيرها بشكل دقيق انه articular distribution هذا الشي رح نتعرفه بال 4R طيب وال superficial branch of radial nerve رح تكون entirely cutaneous يعني رح تكون تغذي cutaneous رح تغذي ال skin يعني بهذا المعنى supply sensation to the dorsum of the hand and fingers رح تروح لل hand وتغذي اللي تغذيه بال hand وايضا اكو اشياء ثانية رح نتعرف عليها من ندرس اللي هي رح تكون مع بعض ال arm مجرد انه اخلص ال arm هذه التفاصيل انه هو رح ينقسم من يكون اكو superficial o deep رح نرجع نذكرها بال 4R ولكن لازم نعرف انه radial nerve من يخلص بال arm شون رح يصير شون اللي رح يصير عليه هذا لازم نفهمه طيب الان هذه الصورة اللي اريد اوصلها انه مجرد اراجع التفاصيل اللي اخدناها عن radial nerve اللي هو عبارة ان اكبر نرف التفاصيل انه هو من يبلش هو anterior للترايسيبس و الاخرية من هالتفاصيل اللي قلناها رح يدخل بال radial groove و رح يكون مع البروفاندا يكون medial للبروفاندا و يكمل يوصل يعني طبعا branches الى muscles المسل 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 اللي تكون يعني posterior من اللي هي الترايسيبس والانكونيس و يكمل يوصل الى اهنان يكون anterior to the lateral ابيكون داي فرح ينقسم الى superficial branch و deep branch deep branch رح يكون muscular و superficial branch رح يكون cutaneous هذه ايضا الصورة توضح عندي كل الصورة يعني لطيف انه نتفحص بها و نتمحص بها واللي عنده مواضحة فهي موجودة بالملف ال pdf الموجود باسفل the description يعني هذه اللي بحضر كلها موجودة كpdf اسفل بالdescription الروابط معلات هنه و الرفرانس طيب الآخر supply structures اللي يعمل لها supply اللي هو radial nerve شنو المسل of posterior compartment of arm triceps و inconeus قلتها قبل شوية و cutaneous innervation to the arm أيضا يضط cutaneous innervation للارم و يضطي للforearm continuous to the forearm بالforearm يكون muscles يغذي muscles و يغذي skin بينما بالarm أيضا يغذي muscles و يغذي skin المسلز اللي يغذيهن triceps والانكونيس muscle والكوتينيس innervation رح نتعرف عليها لما نتعرف الدرماتوم of averlim at all كلها رح ناخذها طيب عندي النرف الثالث اللي هو median nerve الmedian nerve رح يكون من C6 إلى T1 أوكي يعني هو هم كبير لأنه رح ياخذ roots يعني رح ياخذ 4 roots nerve fibers رح تكون ماتة من 4 roots طيب from brachialoblexes مثل ما قاعد نشوف brachialoblexes هذا طبعا دور على الأم وين الأم وين الأم هاي الأم أوكي هاي الأم هذا هو median nerve median لأنه بالمنتصف المتوسط باختصار هذا معناته فرح يدخل لهنا الكورس مادة طبعا نشوف هذا أيضا صورة أخرى هذا هو median nerve هاي الأم طيب الكورس مادة the median nerve has no branches in the axilla or arm but it does supply articular branches to the elbow joint يعني باختصار هو من البداية الآن هو آني اللي كاتبه ولكن هو هذا اللي كاتبه من البداية قفلني من النرف وقال هو ما رح يضطي أي شيء للارم طيب شو قدي قاعدة درسه بالارم إذا هو ما يضطي شيء بالارم ما هو قاعد يمر بالارم إنه لازم أعرف هو شون قاعد يمر طيب طيب فمثل ما قاعد نشوف إنه هو ما يغذي شيء ما يغذي شيء لا للمسلز ولا للسكن ولكن كل اللي يسوي يغذي لي ال elbow joint يضطي branches يضطي innervation لل elbow joint وأنهنا كل هن يضطن innervation لل elbow joint هذا شيء رح نتعرفه من ندرس ال elbow joint طيب راندستالي أوكي راندستالي in the arm on the lateral side of the brachial artery هذا الميديا نعرف مثل ما قاعد نشوف أول شيء أول شيء من رح يدخل شون رح يدخل طبعا لو نشوف الصورة اللي قبلها تكون ألطف من رح يدخل رح يدخل هنانا ما قاعد نشوف هذا أول ما تكون أول ما تكون رح يكون lateral لل brachial artery أول ما تكون ورح يكون anterior لل caraca brachialis ورح يكون anterior لل triceps رح يكون anterior لأنه هو أساسا يعني مثل ما قاعد نشوفه الأديان لل brachial artery يكون عبارة عن يعني superficial لكل دني فأكيد ال median nerve طالما هو في الصفة فرح يكون أيضا superficial تقريبا لكل دني ولكن أنا اللي يهمني relative position بالنسبة لل brachial artery اللي أنا عندي كلش مهم فأول ما يبلش رح يكون عبارة عن lateral لل brachial artery ومن يمشي ثم قاعد نشوف بعدين يوصل لهنانا تقريبا يرجع medial فيبلش يبلش lateral لأن يوصل لهنانا ثم قاعد نشوف يغير مساره هنا يصير anterior لو نلاحظ أنه هنا صار anterior بهاي النقطة صار anterior بعدين يغير مساره صار lateral sorry صار medial يبلش lateral بعدين يصير anterior بعدين يصير medial هاي المعلومات هاي مهمة relative position مهم طيب runs distally in the arm on the lateral side of the brachial artery معنى يكون lateral هاي المعلومة هنا كانت بوجودة طيب يكون lateral لل brachial artery و بعدها until it reaches the middle of the arm when it crosses crosses to the crosses to the medial side of the and contacts the brachials طيب contacts the brachials يعني انه يكون مو يطي branch ولكن كل الفكرة انه رح يمشي فوقها او رح يمشي بصفها او انه يعني رح يلمسها باختصار رح يلمسها فالمعلومة الان عندي عن median nerve صوري انه هاي المحاضرة شوية طويلة وبنفس الوقت انه حتيته هواية ولكن لازم اوصل هاي الافكار كلها لازم يكون عندي واضح انه courses لازم يكون عندي واضح هذا الشي لازم يكون عندي واضح لانه يعني ممكن ما يسألني عن العضالات لانه واضحة بس يجي عن arteries وال nerves يسألني عنهن لانه ذني كلش مهمات كلش مهمات ال nerves وال arteries مهمات فهو يعني السؤال بالامتحان رح يكون عنهن يعني عن المسز شو يريد يسألك عن المسز وين موجود الرلوتفزو شمالتها انها انترير شو تسوي يعني شو يريد يسألك طيب فال median nerve نرجع نراجع ال median nerve مين يبلش يبلش او شون يبلش يبلش lateral لل brachial artery يبلش lateral بعدين يمشي يوصل تقريبا لل middle of arm ينتقل الى medial side of the brachial artery يبلش lateral وبعدين ينتقل medial باختصار طيب هذه ايضا صورة cut section رح ناخذها لل median nerve اللاحظ هذا هو عبر عن median nerve اهنانا لو نلاحظ انه بلش يصير medial الى بلش يصير medial ل لانه وصلنا ل فبلش يصير يصير medial هذه المعلومات المهمة طبعا دائما ادور على ال M هذا المسكولي cutaneous nerve هذا المedial نرف مثل ما قاعد نشوف انه هو قاعد يغير مساره اهنان بلش lateral لل brachial artery اهنان صار anterior تقريبا وبعدها انه يعني هذا المنتصف of the middle of the arm وبعدها كمل medial كمل medial لل brachial artery طيب اه هذه ايضا صورة اخرى ام شفناها قبل شوية فانتوا شوفوها ام ايضا اكو معلومة بتلك الصورة ركع اللطيف انه اوضحها يكون افضل اه ادنى لو اللاحظ اهنان هذا هو ايبار عن medial nerve من دخل ما رح يدخل لل forearm رح يدخل anterior لل medial apicondi هاي اول نقطة ورح يدخل medial لل brachial artery ورح يكون deep لل bicepital aponeurosis هذه مهمة رح يكون deep لل bicepital aponeurosis الآن ننتقل ال ulnar nerve الآن الروت ما تشنو c8 و t1 وايضا ممكن ياخذ شوية من c7 احيانا ياخذ شوية من c7 فاكو variation بهذا الشيء ولكن عمليا المين هنا 8 و t1 طيب فرامبركيال بلاكسز كالعادة وين هذا هو هذا هو رأسنا أول ما شوفه أحدده هاي الأم اوكي هو المست medial 1 اختصار هذا هو الألنر نيرف المست 1 1 باسس ديستلي من قريبة من عنده نيرف 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 فمن كلهن هو عبارة عن ميديل ميديل الهن طيب ايضا around the middle of the arm it pierces the medial طبعا نفس الفكرة نفس الفكرة احنا مول راديل كان بيرسز اللاترال انترمسكيلر سبتم الآن الألنر راح يخترق الميديل اوكي الميديل انترمسكيلر سبتم ولكن الفرق انه الألنر نيرف يبلش بالانتيريار و بعدين يروح للبستيريار كمبارتمنت بينما الراديل راح يبلش من البستيريار كمبارتمنت بعدين بيرسينج اللاترال انترمسكيلر سبتم ويدخل الى الانتيريار كمبارتمنت ويغذي يضي شوية للبركيالس مصل هاي الفرق ما بين ولكن اثنين اتر راديل والألنر راح يخترق الانترمسكيلر سبتم سبتة سواء اللاترال ولا الميديل سواء من الانتيريار كمبارتمنت ولا من البستيريار كمبارتمنت طيب فرح يدخل الان ويا ما رح يدخل رح يدخل مع السوبرير ألنر كولاترال الان انا صراحة اريد اتعرف الانتيريار السوبرير ألنر كولاترال ولكن ما لقيت صورة تشفي الغليل فما خليتها واعتبرت انها المعلومة مهمة سنعرفها طيب ثم ديستانس بتوين السبتم السبتم وميديل هد أوفذة يعني شنو معناته يعني هو مو رح يدخل للبستيريار كمبارتمنت مني رح يدخل للبستيريار كمبارتمنت رح يكون انترميديات بتوين الميديال هد أوفترايسيبس وال الميديال انترمسكيلا سبتم رح يدخل مع بياناتهم طيب هاي باختصار المعلومة من رجعت الوركي انه طيب الميديال أران بيرسن لا رجعت طيب أران بيرسن لا رجعت طيب أدنا الآن تلينه الرأس الرأس تكون موجودة بالباستيري اسبكت اف اه النا اخذناها هذه مسبقا بالبونز اف ابرلم اه ورح يدخل ال فور ارم رح يدخل ال فور ارم بهذه الطريقة ومن ننتقل ال فور ارم رح نعرف بعض التفاصيل الاكثر انه انه احنا عدنا ال ميديان نرف والالنر نرف ما ينطني برانشز دي الارم فبالنهاية انه التفاصيل مالة رح تكون بالفور ارم طيب الان الالنر اه طبعا الالنر مثله مثل الميديان ما رح يغدي اي شي اي استركتر ما رح يغدي اي استركتر كل اللي رح يسوي رح يضطي ارتكولار فرانشز دي الالبو جوينت بهذا المعنى طيب اه هذه ايضا صورة الالنر نرف موجود بالضبط هذا هو الالنر نرف اوكي احنا موجود اوكي مثل ما قاعد نشوف الان لو اريد افسر الصورة رح يكون طبعا هو عبارة عن ام بالمكان اللي يقص به رح يكون اه انفيريو انفيريو ميديال انفيريو ميديال المن لالبريكيال ارتري ورح يكون انفيريو لالبازيلك ارتري اي بازيلك فين هذا الريلاتف بوزيشن مالتا مهم انه اصف الريلاتف بوزيشن مهم اعرف شون اصف الريلاتف بوزيشن هاي المعلوماني ما كاتبها ولا قاريها ولكن اعرف اصفها باختصار طيب اه الريلاتف بوزيشن ايضا الى اندور على الام هاي الام هذا هو عبارة عن الالنر اه نرف مثل ما قاعد نشوف وهنا هاي النقطة يقعد يدخل بيها الى اه فور ارم بعدين ان يدخل للفور ارم هذه كل التفاصيل اللي اني محتاجها ايضا هذه عندي تفاصيل لطيفة مثل ما قاعد نشوف ادور على الام هاي هي عبارة عن الام هذا النار هذا ميديان وهذا اه مسكولو كيوتينيس الريديال وينة الريديال صير اللي ورا اه داخل انا ما قاعد يبين عندي هذه التفاصيل اللي كان لازم اوضحها واسف انه طولت بالمحاضرة ولكن مهم انه نفهم هذه التفاصيل كلها النارس اوف ارم جدا مهمة ولحنا نكون وصلنا لنهاية هذه المحاضرة اه كانت محاضرة تعتبر دسمة بها كثير من المفاهيم كثير من المعلومات ولكن اه راجعها ويعني درسها بشكل جيد لانه فعليا هي مهمة والنيرفز يكمل نويانا بالفور ارم فاذا انت ما كنت عارف احنا بالارم شنو اللي سوينا فراح يكون صعب انه تتسلسل عندك الافكار دائما بالاناتومي راجع دائما من اخذ الاني النيرف شفتوا انه ان شون بلشت قلت انه اه مثلا المسكلا المسكلا كوتينيس نيرف امين بلشت ويا من الروت سمال تبلشت من البركيال بلاكسس وقلت انه هو الروت وفي المستقبل ان شاء الله راح اعمل محاضرة خاصة انه تكون هي مراجعة وبنفس الوقت انه اطرح بها شريط معلومات اضافية تكون النيرفز تبلش من البركيال بلاكسس الى ان تنتهي لـ لاني كلهن راح يكونن بمحاضرة واحدة ورح يكون اكو هيتش محاضراته هواية لانه اني اللي يهمني يهمني الوطروحة اللي اريد اطرحها بهذه القناة هو طريقة الدراسة اهم عندي من المعلومة نفسها اني اليوم اذا علمتك انت شون تدرس انت راح تصير تقدر تدرس اي شيء ما راح تحتاج انه اني دائما اكون موجود حتى انت تدرس ببساطة ان انت ممكن تستغني عني ممكن تستغني عن اي دكتور مثل ما انا قاعدة سوي حاليا انه بهذا الشرح اني معتمدة على نفسي وحتى اعتمدت على نفسي كان اكو اشخاص اشتغلوا علي حتى قدرت ان انا اعتمد على نفسي ويكون الناتج هذه الفيديوهات اللي انتم قاعدة تشوفوها فبالتوفيق واذا اعجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وشير والى اخر من هذه الحلويات والتقي بفيديو اخر اشتركوا في القناة